السلام عليكم دلوقتي معنا تمارين على درس اسمة الاصص ناخد معنا اول مثال 8x تربيع y قص 4 على 4xy طيب زي ما اتفقنا وزي ما كنا بنحل اسمة الاصص طرحها طيب بقسم ازاي بقسم الارقام على الارقام وكل حاجة زي بعض بقسمها على بعض طيب 8 على 4 فيها كام فيها الاتنين والx تربيع على x باخد x واحدة وبعدين ايه بطرح بطرح البسط ناقص المقام يبقى 8 على 4 فيها الاتنين وx قص 2 ناقص 1 في y قص 4 ناقص 1 كده يا شباب تمام وبعدين بحلة عادي يبقى بيساوي في الاخر اتنين وx y قص 3 المثال اللي بعد كده مع بعض 18 x قص 7 على 6 x قص سالب 11 طيب زي ما اتفقنا بنحل عادي 18 على 6 فيها الكام فيها 3 تمام وطيب دي هنحلها ازاي x قص 7 على x قص سالب 11 طيب السالب مش هيعملينها مشكلة انا كده كده اسمة القصص طرحها يبقى 7 ناقص والرقم بإشارته جوه كده يبقى 7 بتاعت البص ناقص السالب 11 كلها بتاعت المقام وفيه برا ايه السالب الاولانية دي بتاعت ايه الطرح طرح القصص اسمة القصص طرحها يبقى طيب نفك الكوس كده مع بعض سالب في سالب 11 سالب في سالب بايه بموجب تمام يبقى 7 زائد 11 7 زائد 11 بكام ب18 يبقى الناتج عندي في الآخر 3 x قص 18 طيب ده هومورك بس احنا ممكن نحل كام مثال كده مع بعض ناخد مثالين على الضرب ومثالين على الاسمة 7 اول مثال عندنا 7 على 9 x في 9 على 7 y طيب ايه الكسور مع الكسور هنضربها يبقى طيب نبص كده كسرين عكس بعض يبقى 7 هتروح مع السبع باختصر مقص وال9 مع التسعة والx في الواي بx y تمام زي ما اتفقنا ان السين في الصاد معناها سين صاد طيب سين في سين معناها سين تربيع تمام؟ انا بجمع امتى الاسس في حالة ان الاساس او البيز هو هو طيب لو مختلف بكتبهم جنب بعض عادي يبقى طلع في الناتج في الاولاني x y طيب ناخد المثال رقم 3 سالب 21 a قس 3 b على 2 a b قس 3 الرقم في الرقم يبقى سالب 21 في 2 يبقى سالب 42 a قس 3 في a يبقى a واجمع بقى 3 زائد 1 ب4 و b في b قس 3 يبقى b قس 4 دلوقتي اخدنا مثالين على الضربة هناخد مثالين على الاسم هنشوف مع بعض المثال رقم 7 سالب 4 x قس 3 b قس 5 على سالب 4 x قس 3 b قس 5 طيب هما باين كده ان ده على ده في الاخر بيسوي واحد بس هنحلها ازاي الرقم على الرقم سالب 4 على سالب 4 بواحد في x قس 3 ناقص 3 تمام باخد x واحدة واطرح يبقى x قس 0 بكام انتفقنا اي حاجة قس 0 بواحد يبقى بشيل x وبكتب بواحد وبي قس 5 ناقص 5 يبقى بي قس 0 برضو بواحد واحد في واحد في واحد بواحد في الاخر تمام طيب المثال رقم 8 سالب 10 x b على 5 x قس 3 بي تربية الرقم على الرقم سالب 10 على الخمسة بكام سالب 2 x على x قس 3 يبقى ايه باخد x واحدة واطرح x و افتح قس واحد ناقص 3 عشان اسمة القسس طرحها يبقى واحد ناقص 3 بكام بسالب 2 والبي باخد بي واحدة وبعدين واحد ناقص 2 واحد بتاع البسط واثنين بتاعت المقام يبقى واحد ناقص اثنين بايه بسالب 1 تمام كده يا شباب